قام وزير الداخلية محو توفيق بتكريم عدد من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على منحها لهم تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وذلك خلال الاحتفال الذي أقمته الوزارة بهذه المناسبة خلال الاحتفال أشهد وزير الداخلية بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن موجها التحية والتقدير للمصابين ولأرواح الشهداء مشيرا إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز للجميع وأن تكريم النماذج المشرفة من رجال الشرطة يعد تكريما لجميع العاملين بجهاز الشرطة وأكد أن هذا التكريم يأتي ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديرا للجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبدل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مجالات العمل الأمني